بداية نشرتنا اليوم الأحد شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان عيس الدولة حفظه الله ورعاه في أعمال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي بدأت فعاليته اليوم في العاصمة الإيطالية روما حيث افتتحت المؤتمر مع علي جورجا مليوني عيسة وزراء إيطاليا بحضور رؤساء دول وحكومات ومسؤولين معنيين وخبراء إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية بقضايا الهجرة وتحدياتها والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وأعلن رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مساهمة دولة الإمارات بمبلغ مئة مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير النظامية ويتضمن ذلك دعم المبادرات المطروحة في مسار روما ناقش المؤتمر تحديات الهجرة غير النظامية والحاجة الملحة إلى إيجاد حلول متكاملة تعالج أسبابها من جذورها إلى جانب البحث عن السبل الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة وتكثيف العمل الجماعي الدولي والتعاون البناء للإسهام في حماية أرواح المهاجرين وصون كرامتهم وحقهم في الحياة الكريمة